اشتركوا في القناة وضم الوفد كبار الشخصيات من مجلس إدارة جمعية الصداقة العمانية البحرينية هذا وبحث الجانبان سبل دعم وتطوير العلاقات بين الجمعيتين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين وأكد الدكتور الكعبي التوجد أكثر من 500 شراكة بين رواد الأعمال في البحرين ونضرائهم في عمان كما يوجد 60 شركة بحرينية في عمان و160 شركة عمانية في البحرين كما ارتفع التبادل التجاري بين الجانبين إلى قرابة مليار دولار في العام الماضي من جانبه أكد سعدت النائب أحمد صباح السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكد على عمق العلاقات المرتبطة بقطاع ريادة الأعمال بين البلدين منها مشاركة وفود عمانية بشكل مستمر في الفعاليات التي تنظمها الجمعية وعلى رأسها مؤتمر الحاضينات الخليجي على مدار ست سنوات متواصلة أعلنت مجموعة جي اف اتش المالية إبرامها شراكة مع المنتدى العالمي للاستثمار الملائكي 2024 والذي سيقام تحت رعاية صاحب السمو الملائكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله خلال نوفمبر القادم بهذه المناسبة قال السيد صلاح شريف رئيس العمليات التنفيذية في مجموعة جي اف اتش المالية إن هذه الشراكة تنسجم مع رؤيتهم الاستراتيجية في تعزيز الإدماج المالي والارتقاء بمستوى ريادة الأعمال والابتكار على نطاق عالمي وإن هذا المنتدى يوفر منصة مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال وصناع القرار لتعزيز أوجه التنسيق والتعاون والخروج بحلول فعالة لتسريع خطة تنمية الاقتصادية على مستوى المنطقة وخارجها ذكر صندوق النقد الدولي أن إجمال تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة باستثناء الصين ارتفعت العام الماضي إلى 110 مليارات دولار أو 16% من الناتج الاقتصادي لتلك الأسواق وهو أعلى مستوى منذ عام 2018 وتظهر النتائج التي جاءت في تقرير القطاع الخارجي لصندوق النقد الدولي بعض المتانة في الأسواق الناشئة رغم ارتفاع السعر الفائدة الأمريكية بحدة مما يجذب الأموال نحو الأصول المقومة بالدولار وقال الصندوق في تقريره الأخير أن الأسواق الناشئة شهدت انخفاضا في صافي تدفقات المحافظة المتقلبة بطبيعتها لكن صافي تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي كانت أكثر استقرارا ارتفعت إرادات روسيا من بيع موارد الطاقة إلى حوالي 64 مليار دولار بحسب ما أعلنت وزارة المالية الروسية وقالت الوزارة في تقرير نشرته أن حجم إرادات النفط والغاز في الفترة من يناير حتى يونيو من العام الجاري ارتفع بأكثر من مرة ونصف وبنسبة 68.15% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023 وأشار التقرير إلى أن تزايد الإرادات المحققة في النصف الأول من العام الجاري يعود إلى حد كبير لارتفاع أسعار النفط الروسي من ماركت يورالاس ترجمة نانسي قنقر